السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم معي في قناتي. مكتطفات حلوة. من كل مكان معكم محمد. النهاردة عملكم طريقة تعمل بسكوت العيد بسكوت النشادر بطريقة سهلة جدا جدا وسيطة. والطعم خرافي. ما تنسيش بقدة دي سيلي رايك حلو كده من يديك الحلوين دول. ويلا معي على الطريقة. مكوناتي عبارة عن طبعا دي حوالي ربع. ربع كيلو سمع. بدرجة حرارة الغرفة ضربته بالمضرب البيت بالشكل ده لحد ما يحصل على قوام كريمي ناعم خالص وهشي وجميل. حطيت عليه نص سكر نص كيلو سكر. ضربته بالشكل ده. وحطيت عليهم خمس بطاط. عليهم اززتين واحدة اصانس برتقان واحدة اصانس مود. والفانيلي. كيس فانيليا او معلاق صغيرة فانيليا. وضربتهم بالمضرب البيت بالشكل ده. وحطيتها حوالي ربع كوباية لبن. بس نصيحة يعني ان اللبن دي ما تحطهوش غير في الاخر خالص. ازا احتاجت العجيم. وحطيت ربع كوباية جوزد الهند. وكيس بكمبودر حطيته على كيلو الدقيق طبعا انا محللها. وكنت محللة السكر كمان. طبعا دي معلقة نشادر. عليها معلقتين حليب. وقلبتهم وحطيتهم على الخليط بتاعي. وضربتهم بالشكل ده. طبعا كل شوية لازم اضرب اضرب كل شوية عشان خطر الخليط بتاعي بخلي المسكوطة هشة كده وجميلة. حطيت الدقيق بقى واحدة واحدة وقلبت. احط شوية دقيق بشوية دقيق واقلب. بالطريقة دي. طبعا العجينة احتاجت حوالي ربع كيلو دقيق عشان خطر حطيت اللبن. يعني المفروض ان انا محطش اللبن مع العجينة على الخليط الا لما اتاكد ان العجينة شربت از عجنت كويس. اذا احتاجت احط حليب ما احتاجتش خلاص. عجنت العجينة وسبتها ترتاح في التلاجة. ياريت ارتاح ساعة او ساعتين في التلاجة. وشغلت بقى المفاهمة بتاعتي وحطيت الامواس وجهزتها وحطيت الباسكوت فيها. بقى بالشكل ده. بس كده بتطلع من خربشة ازاي ووشها جميل وشكلها ايه? بتحفع. طبعا ما فيش احسن من عمال ايدك في بيتك. بص تولادك وفرحة كده فرحة العيد وفرحة العمال دي بتفتح النفس بقى كده وجو البيت بيبقى جو جميل كده. طبعا انا اشتريت صحيح جاهز من بره بس برضه عملت في البيت. انا فيش احسن من عمال ايدك برضه. تعود. ربنا برضي ربنا ما يعطى الهالنا عادة يا رب. ونبدل نعمله كده حاجات حلوة في بيتنا على طول. بسكوت لحاجات عميلة ازاي? بسم الله ما شاء الله. طبعا البسكوت يريد كله يبقى قد بعض. عملت بالطريقة دي عملت صانية بالشكل ده. حاطتي في الفرن بقى على درجة حرار 200. طبعا لازم اكون مستخنة الفرن قبل ما اشغل المفرمة كمان. حاطتي في الفرن طلع بالطريقة ديت. طبعا انا عملت صانية كتير بس هي دي الصانية اللي انا عملتها عشان امرها لكم بالشكل ده. البسكوتة هشة وجميلة وقرمشة بقى ما فيش بعد كده والريحة خطيرة. تحفى بجد. عيد. شوف الهشين بينها البسكوتة. وطعمها جميل بقى وجزد الهندي فيها. حاجة حاجة تفتح النفس. بتنسيش بقى بداعوة حلوة لو عملت الطريقة دي وجربتها. بتنسيش باللايك والشير. وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكل جديد. بترككم على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.